Treatment of Acute Myeloid Leukemia, AML علاج سرطان الدم النقوي الحاد Treatment of AML يعتمد علاج سرطان الدم النقوي الحاد على عدة عوامل، بما في ذلك النوع الفرعي للمرض، العمر، الصحة العامة. العلاج الكيميائي يتم استخدام عدة طرق لمحاولة علاج المرض، ومن أهمها وأكثرها شيوعاً، العلاج الكيميائي. يُعطى المريض العلاج الكيميائي على شكل مرحلتين. المرحلة الأولى لمحاولة الوصول إلى مرحلة الشفاء التام، بوجود أقل من 5% من الخلايا الأرومية في نخاع العظم. المرحلة الثانية، وهي ما بعد الشفاء، ويتم فيها معالجة المريض لفترة من الزمن لمنع انتكاست المريض وعودة المرض له. الهدف الرئيسي للعلاج الكيميائي هو إما تدمير الخلايا السرطانية أو إعطابها لتأخير سير المرض. يتسبب العلاج الكيميائي ببعض الأعراض الناتجة من سمية المواد المستخدمة في العلاج، مما يؤدي إلى إعياء، إسهال، قيء، غثيان، فقدان الوزن، فقدان الشهية، فقر الدم، التهاب الغشاء المخاطي للفم. ومن الأمثلة على العلاج الكيميائي والتي أثبتت جدواها، استخدام سيطرابين ARAC في سبع جرعات يومية في الوريد مع أنثراسيكلين على شكل ثلاث جرعات يومية وبشفاء كامل بنسبة 80%. العلاج الإشعاعي يتم استخدام العلاج الإشعاعي لمحاولة السيطرة على المرض وعدم انتقاله للأعضاء الأخرى. في بعض الحالات، بإمكان المرض أن ينتقل إلى السحاية وإلى سائل النخاع العظمي، ولعدم إمكانية العلاج الكيميائي للعلاج في تلك الأماكن، يتم استخدام العلاج الإشعاعي للسيطرة على المرض. العلاج الزراعي في بعض الأحيان، تستخدم زراعة الخلايا الجذعية ستيم سيل ترانسبلانت، والتي تسمى أيضاً زرع نخاع العظم، وذلك لإعطاء جرعات أعلى من العلاج الكيميائي، مما يمكن إعطاؤه عادة. العلاج المناعي العلاج المناعي لدعم المريض مناعياً، وجعله مقاوماً للأمراض المعدية ومرض السلطان.